اشتركوا في القناة والشرك والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا وشهداء على الناس ويقول الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا الكبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتمع الرسول ممن يوقع على عكبيه وإن كانت لك بيرة إلا على الذي ناد الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس نرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوذوا الكذاب ليعلمون أنه الحاكم ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن نتيت الذين أوذوا الكذاب بكل آية ما تبعوا كبلتك وما أنت بتابعوا كبلتهم وما بعضهم بتابعوا كبلت بعض ولئن إذ بعد أهواءهم من بعد ما جاك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكذاب يعرفونه كما يعرفون بناءهم وإن فريقا منهم ليكتبون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من المبتلين ولكل وجهة وموليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا ياتبكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما يكونوا فولوا وجوهكم شطر أولي أن لا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهددون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتنو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم القذاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشوروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقدل في سبيل الله أموات فالأحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مسيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلواتهم من ربي وأولئك هم المهددون إن الصفا والمرد من شعائر الله فبل عج البيتا واعتمر فلا جناح علي أن يطوف بهما ومن تطوى خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصنحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب ضحيم إن الذين غفروا وماتوا وهم غفار أولئك عليهم لعلة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخافوا عنهم العذاب ولا هم ينضروا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختيار في الليل والنار والفلق التي تجري في المحر بما ينفع الناس بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصري في الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض آيات لقوم يعكنون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم وحب الله والذين آمنوا وشدحوا بل لله ولو يرى الذين ظلموا وإذ يرون العذاب أن القوة إلا جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرى الذين تبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب وتغطع اسمه والأسباب وقال الذين تبعوا لو أن لنا كرة فنتبرى منهم كما تبرؤوا منا فذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس هلوا مما في الأرض حلالا ضيبا ولا تتبعوا خذواد الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمنكم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا أقين له اتبعوا ما أن وزن الله قالوا بل لاتبعوا ما ألفينا علي آباءنا ولو كان آباءهم لا يعكنون شيئا ولا يهددون ومثل الذين غفضوا كمثل الذي ينعيك بما لا يسمع إلا دعاء ونداء سم بكم عمي وفهم لا يعكنون يا أيها الذين آمنوا كنوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حضرم عليكم الميتة ودنوا لحمل أخي ونزير وما أول لأول به لغير الله فمن انتظر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله وفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الغداء ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأقنون في بدونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينزكيهم ولهم عذاب النديم أولئك الذين اشتروا الظلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبروا على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاك بعيد ليس المرأة دولوا وجوهكم قبل المشرك والمورب ولكن المرأة من آمن بالله واليوم الآخر ولكن المرأة من آمن بالله واليوم الآخر والمنائكة والكتاب والنبي وأدى المال على عبيد والقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآد الزكاة والموفون بعهد مذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم والقصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأوثى بالأوثى فمن عفيا له من أخي شيء وفاتباع من المعروف وأداء إليه بعسان ذلك تخفيف من طرفكم ورحمة فمن اعدد بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياتياء للألباب علكم تتكون كتب عليكم إذا حضر حدكم الموت إن ترك خيرا للوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن مد له بعد ما سمعوا فإنما إسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موسي وجنفا أو إثما فأصلح بينهم فنائث عليه إن الله غفوظ رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم السيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر وفعيدة من أيام نخاض وعلى الذين يديقوا له فدية طعم مسكين فمن تطوى خيرا وفوخ له وأن تصوموا خيرا لكم إن كنتم تعلمون شهد رمضان الذي أوزن فيه القرآن ودل للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم شعر فليسوه ومن كان مريضا أو على سفر وفعيدة من أيام نخاض يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العصر ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصياب وفضل نسائكم قلن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تخدانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرون وبدأوا ما جتب الله لكم وكنوا واشروا حتى يتبيد لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم دموا سيامين الليل ولا دماشرهن وأنتم عكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياتي للناس نعلهم يتقون ولا تكنوا أموالكم بينكم من البغت وتذلوا بها إلى الحكام لذا كنوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهل قل هي مواقيد للناس والحج ولنسى البر بأن دأتوا الميود من غضوني ولكن المر من اتقى وأتوا الميود من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفرحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ذكفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوهم الفسنة وشدوا من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون وقاتلوهم حيث ذكفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فين قاتلوكم فقتلوهم لذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بشار الحرام والحظمات قصاص فمن اعدد عليكم فاعددوا عليه بمثل ما عدد عليكم واتقوا الله وعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا دلقوا بأيديكم لتهلكت وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعورة لله فإن أحسنه فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا ضرور سكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فبدية من رأسها منه صدق أو نسك فإذا منتم فمن تمتع بالعورة إلى الحج فمن استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلقى عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله وعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فما وفض فيهن الحج فلا ورفض ولا فصوط ولا جدان في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله ونزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبدأوا فضلا من ربكم فإذا فضوا من عرفاتها فاذكروا الله عند المشر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفعض الناس وأستغفر الله إن الله وفور رحيم فإذا قضيتم بناسقكم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وشد ذكروا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وإن عذاب النار أولاك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب